موسيقى في هذا الفيديو ونهضروا على أخبار حصرية ومهمة جدا وتهم المغاربة داخل وخارج أرض الوطن سنبدأ بالموقف روسيا وكينيا من التصويت اللي سيكون اليوم داخل مجلس الأمن أشغالوا وكيفاش تعاملوا مع المسودة لطرحتها الولايات المتحدة ونحن عارفين النزاع التاريخي اللي كان بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية وواش هذا النزاع هذا قدي تدفع تمن دياله المملكة المغربية كذلك سنهضروا على واحد الصريحات ديال إيمانويل ماكرون في القناة الثانية فرانس دي اللي تحدث فيها لأول مرة كيعترب فيها بالأزمة ما بين المغرب وما بين فرنسا وكذلك بعت فيها بعض الرسائل تهديدية للشعب المغربي عامة للمغاربة عامة كذلك قد نتحدثوا على سبب النزاع الحقيقي ما بين فرنسا وما بين المغرب وهو طرد الشركات الفرنسية من إفريقيا وعنا لكم بالدليل شركة مغربية قد طرد شركة فرنسية كبيرة من واحد البلد إفريقي أما في الأخير قد نتحدثوا متابعين الكرام على إقبال عالمي كبير على مشتقات الفوسفات المغربي واللي رفع صادرات ديال هذه المادة هذي من المملكة المغربية ب 67.7% هذ السنة إذا كانوا يهموك المواضيع ولقيتهم مفيدة خليك معناة الأخير بشتعرف باقي التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام وظوار موقع المهاجر كما عودناكم معكم سوفيا المرزوقي من قناتكم المفضلة قناة المهاجر بأخير الأخبار وأخير المستجدات إخوان هذا الفيديو هذا فيه أخبار مهمة جدا كنتم منه وتكملوها معنا للآخر إلى لاحظه أريد أن نستعملوا الدريجة المغربية باش نهضروا لأن الأمور مهمة وبغينا كاع يعني الشعب كامل يفهم ماشي ضروري يكون واحد كيتحدث باللغة العربية الفصحة ولا لا لأن الأمر كيهم المغاربة داخل أرض الوطن وخارج الأرض الوطن كما كنقول لكم دائما وهذا قناة المهاجر فعلا كتطرح قضايا دي المهاجرين وكتناقش قضايا دي المهاجرين ولكن كتناقش كذلك قضايا اللي كتهم المغاربة عامة وكتأثر علينا سواء كنا داخل المغرب ولا خارج المغرب هذا شي علاش كنتمنى تكملوا معنا الفيديو للآخر ولا عجبكم طبعا الحال ما فيها باسي لا ببرتجيتوه ولا إلا عطيتوه واحد الإعجاب باش تعمل فائدة للجامعة مؤخرا كين واحد تأثير علينا احنا الناس اللي كنديروا هاد المحتوى هاد المحتوى هادا ولا اللي كنحاولوا نوصلوا المعلومة عامة باش نغيروا من المحتوى دينا كينشي جيهة اللي برزتها هاد الامر هادا ما بغاوش المغاربة يعرفوا الحقيقة والواقع فمعرفناش هاد الجيهة منين واش منهوك ولا منهوك كتبقى الامور يعني غير واضحة ولكن نحن مستمرون وكنأكد لكم الاخوان وخيبقوا تلسا دينا الناس كيتبعوا هاد المحتوى هادا غيستمر في نفس طريق ديالو كين امور مهمة وكنتظروها كاملين كينتصويت اليوم داخل مجلس الامن على يعني القرار الامامي الجديد لتمديد بعتة المينورسو سنة اخرى لغاية 31 اكتوبر 2023 فتصويت هادا كينوا واحد المسودة اللي سبقوا تحدثنا عليها وهذا المسودة هادي طرحتها الولايات المتحدة الامريكية لأعضاء مجلس الامن باش يصوتوا عليها هاد المسودة كتحمل يعني واحد الامر للجزائر انها تنخرط في الموائد المستديرة انتم عارفين الاخوان بان روسيا عندها خلافات مع الولايات المتحدة الامريكية خلافات تاريخية مع الولايات المتحدة الامريكية ولكن كلاحظوا مؤخرا ان روسيا كتتقرب من المملكة المغربية هاد شي هذا اللي كيجعل روسيا في واحد الموقف يعني حارج من المرجح اليوم انها تعتمد على الطريقة اللي كانت تعتمد عليها دائما ألا وهي الانسحاب وعدم التصويت نهائيا وهذا الشي هذا اللي من المحتمل وكينا واحد دولة اخرى وهي كينيا كينيا اللي كتحاول كذلك تبين الرفض ديالها للمسودة اللي طرحتها الولايات المتحدة الامريكية مع العلم ان كينيا السنة الماضية سلطات بالقبول على القرار الامامي 26 سفر جوش كينيا يعني التونس ما كيناش هد السنة هذي ولكن كينيا كاينة وكاين واحد الغموض فيما يخص كينيا احنا عارفين بان الرئيس ديال كينيا الحالي هو رئيس يساعي يعني كيبغي المملكة المغربية ودائما كان في صف المملكة المغربية مازال الموقف ديال كينيا لم يتضح بعد ومعرفناش شنو غي يكون واش غي يكون نسيحب كذلك مثل روسيا اللي من المحتمل انها تنسحب ولا غي يكون تصويت فهنا من غير هاد جوش ديال الدول المعظم ديال الدول اللي غادي تشارك في تصويس داخل مجلس الامن هي مع المسودة وهذا الشي هذا واضح يعني المغرب هاد القرار هاد المسودة هذي غالبا غي تم المصادقة عليها اليوم داخل مجلس الامن فشنو كان فهمو من هاد الشي هذا كان فهمو ان روسيا باغى يعني هاد النزاع هذا يستمر علاش هاد النزاع هذا باغى روسيا يستمر بان من مصلحتها يستمر روسيا لمن كتبيع الاسلحة ما ننساوش ان روسيا حاليا كتعيش واحد ضعف اقتصادي قوي وبان العائدات ديال الاسلحة اللي كتمشي للجزائر كتجي يعني كتجيب عملة صعبة واي يعني اورو ولا اي دولار كيدخل للابناك الروسية الا وروسيا محتاجة به ما ننساوش ان العملة الروسية من خفضات بواحد شكل كبير ما ننساوش انها كينا ازمة بطالة خانقة الاولى من نوعها في روسيا منذ اندلاع الحرب على اوكرانيا ما ننساوش هاد الشي هذا كامل اللي كتعيش روسيا فاي قرار خذت روسيا قدين فهموه انها قصد تفكر من جميع الجوانب انه يكون كي نفعها ويكون كي نفع الاقتصاد ديال بلادها فطبع الحال نهاية النزاع مشي مصالح روسيا وكذلك ما ننساوش ان الجزائر اول يعني الزبائن ديالها في السلاح وهذا المسودة اللي طرحتها الولايات المتحدة الامريكية ما غذياش في صالح يعني الجزائر علاش لان هاد المسودة هدي كتقول للجزائر بانها خصة تنخارط في هاد الموائد المستديرة ترجع للموائد المستديرة اللي كانت بدات سنة 2018-2019 لدارها ولا اقترحها المبعوث الاممي السابق كولر في حين ذلك فهاتشي علاش نفس الامور بغاتها تستمر فيها ولا الامم المتحدة كتجر لها ميليشيات البوليزاريو وكتجر لها جزائر وموريطانية وان لماذا الجزائر؟ رافضه تقلس في الموائد المستديرة مع المغرب لانه نهار الجزائر قلسات في الموائد المستديرة مع المغرب كان الاعتراف واضح يعني فداكل وقطه هديك كان اعتراف واضح من الجزائر انها كتعترف انها هي السبب في هاد النزاع ما فاقتش بكري الجزائر وقلسات في الموائد المستديرة وتبتات على نفسها انها الطرف في النزاع وانها هي اللي خلقات النزاع كانت الجزائر وكانت موريطانيا وكانت ميليشيات البوليزاريو اللي الى جنب الجزائر يعني ميليشيات البوليزاريو ما عندها حتى شي قيمة في ذاك النقاش انها جاية مع ولي الأمر ديلها ألا وهي الجزائر وكل الدول دي العالم حاليا قتحمل الجزائر المسؤولية دي لها النزاع هاتشي علاش مؤخرا شفنا الحكم دي الجزائر كيتراجعوا على التصريحات اللي كانوا كيسرحوا بها سابقا ونقصوا من ديك التصريحات فعلا الأمر لا يبشر بخير باش نكون واضحين لأخوان أنا نقول لكم علش الأمر لا يبشر بخير لأن الأمم المتحدة بغي هذا النزاع ينتهي المغرب كذلك بغي هذا النزاع ينتهي الدول دي للمنطقة بغي هذا النزاع ينتهي كين توتور كنعيشوه في العالم كله بسباب الحرب بسباب بزاة دي الأمور والجزائر ما بغاش تخرج خسرة من هاد الميلف هذا فهاتشي علش كنقول لكم كين قلق علش كنلاحظو هاتشي هذا وكنلاحظو أن التوتور كيتتصعد يوما بعد ما ننسوش جزائر خسرت كل شي القمة العربية اللي بغت تنطمها غت تكون فاشيلة وبدأ الفشل دي لها كيبان من الأول وشنو السبب دي الفشل دي القمة العربية هو المعادث دي الجزائر للمغرب كذلك الميلف غادي في صالح المملكة المغربية وهاتشي علش كنقول لكم الأمر مقلق واخا غادي في صالح المملكة المغربية ما ننسوش أن الجزائر رفعات من الميزانية ديال تسليح ديالها وهذا الرفع هذا كي يعني على أن الجزائر ما بغاش تسلم في هاد الميلف هذا وبغا تواجهه سواء بالأمم المتحدة وأنها تنتصر داخل الأمم المتحدة ولا تلجأ للقوة وكذلك المغرب ما غاديش يتنازل على حبة ترى من الصحراء المغربية فالنزاع طويل ودام يعني خمسة ديال العقود وجهت واحد وقتا اللي يخصوه ينتهي وغاين ينتهي هذا النزاع وفاش غاين ينتهي ضروري ما غا تكون مواجهات لا قدر الله ما بين المغرب والجزائر وهذا الشيء الذي نشوفه يقرب يوما بعد يوم وهذا الشيء الذي نقول لكم بأن المغربة خصوهم يعرفوا شنو واقع باش ماشي تتاو موصلوا حاجة عطل قلب مغربك يقلبوك يسوفو شنو واقع خص الإنسان يتابع هذه الأمور ويعرف شنو هي ويفهمها هاد الشيء عليش كنعطيوها حقها في الشرح وكنحاولو نتقسموها مع الإخوان ديالنا ندوزو الموضوع الثاني وانا قدي ندروه على فرنسا فرنسا مؤخرا كينة أزمة صامتة ما بين فرنسا وما بين المغرب وهذا الأزمة هذه العنوان ديالها هو المصالح داخل إفريقيا كل شيء ولا واضح ففرنسا بطبيعة الحال ما عندهاش باش تشد المغرب الحاجة الوحيدة اللي بغتشد بها المغرب هي تأشيرات المغرب ما عندهاش التشيرات كل لاحظوه وكنشوفوه غدي ندروه كذلك في خبر آخر على أن فعلا اقتصاديا المغرب بدك يدرب فرنسا داخل إفريقيا وغدي نجيبو لكم بالتلائل لأن كين شركات مغربية كتستحوذ على شركات فرنسية ولكن شو نشوفوه أشغال ماكرون اللي أول مرة كيعترف بالأزمة مع المغرب وكيهدد وكيقول إذا لم يستقبلوا المهاجرين المطروضين فلن نمنح التأشير هذا هو التهديد ديال ماكرون كيقول لهم إلا المغرب ماستقبلش المواطنين المهاجرين المطروضين من فرنسا فنحن لن نقدم لهم الفيزا فطاعت الحال المهاجرين هنا اللي كيهدر عليهم ماكرون ما كيهدرش فقط على المهاجرين الغير نظاميين باش نكون مواضحين لأنه مؤخرا كيهدر حملة ديال طرد ديال المهاجرين الغير مرغوب فيهم حتى بالإقامة ديالهم وهي اللي فجرات واحد ضجة ما كيهدرش غير فرنسا كيهدر حتى في إسبانيا كيهدر طرد ديال مهاجرين للدول ديال أوروبا ما بقيتش بغتهم هنا ماكرون تحدث على النوع ديال المهاجرين اللي يبغى وكذلك ضل تهديد دياله تحدث على تغيير مرتقب في قانون الهجرة الفرنسي وقدينغيروا من قانون الهجرة الفرنسي هنا في إشارة المهاجرين المنحذرون من أصول عربية إسلامية يرضو بالهم داخل أوروبا لأنه كيهدر حملاء كبيرة ما قادش تكون فقط في فرنسا إيا فرنسا بداتها كينا في إسبانيا كينا في بلجيكا كينا في العديد من الدول الأوروبية بداتك تترفض المواطنين اللي هم من أصول مسلمة كييقولك حنا هدو نعدي المهاجرين ما بكيناش بغيناهم دبا الديمقراطية وحقوق الإنسان ودكشي اللي زوامن اللي باين في الواجهة راه باين وكي مني كان جيون تعمقوا كنلقاوا أن هناك عنصرية يعني أنت ما بغيش واحد الإنسان اللي كي يصلي في الجامع ما بغيش واحد الإنسان اللي ملتزم بالديانة دياله فقول أنكم كترفضوا الديانة الإسلامية داخل دول أوروبية بش يفهموا حتى الناس بشتى الناس يكونوا فاهمين ويكونوا واعين لهذا الأمر هذا فجي نشوفوا وشكا الماكرون ماكرون يعترف بالأزمة مع المغرب ويهدد إذا لم يستقبلوا المهاجرين المطروضين فلن نملح لهم الفيزا أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوجود أزمة مع المغرب بسبب مهاجرين سريين متواجدين على الأراضي الفرنسية وقال ماكرون في لقاء مع فرنسجوج أن فرنسا قامت بتشديد اللهجة مع بلد المغاربية اللي كترفض استقبال مواطنيها المتواجدين على الأراضي الفرنسية بطريقة غير قانونية هنا في إشارة للمغرب وجزائر وجونس ولكن الرسالة هي موجهة للمغرب واحد شكل كبير ما ننسوش أن ماكرون سبقه وقال بأنه غذي يزور المغرب فأين هي الزيارة دي الماكرون وسبقه تحدثنا على هذا الأمر ومشي تحدثنا عليه فقط ولكن جبنا لكم الرئيس الفرنسي وهو كي يصرح بفاميه أنه هناك زيارة في أكتوبر اللي رحنا فيه حاليا اللي رحنا كنودعوه رحنا اليوم 27 أكتوبر يعني لم يتبقى إلا أربعة أيام محسوبة على رؤوس الأصابع باش ينتهي الشهر دي الأكتوبر ففوقش هذا الأكتوبر اللي غذي يزور فيه ماكرون المغرب على ما يبدو أن المغرب يعني ما بغاش يتعامل بذيك السياسة اللي كان كيتتعامل بها سابقا أنك تدير ما بغيتي تحبس تأشيرات والدير اللي بغيتي ودير زور نافق بغيتي هذا الشيء هذا ما زال كيتتعامل به كتتعامل به فرنسا مع باقي الدول مثل الجزائر وتونس ولكن مع المغرب الأمر متغير المغرب لك يرد على الدول هادو سياسة الند للند أنت تدير معاين دير معك باش يكون قل لك أنت أتجيل المغرب واش يكون عطاك الحق أنك تخرج تصرح بأنك غدي تزور المغرب فخرج تصرح بها وقالها وصوره الناس وتلوصر الفيديو دي وكنا بالناس اللي بيناه أنه كيقول بغي زور المغرب ولا غادي زور ماش يبغي زور لك غادي زور المغرب فاتش علاش يعني الأمر بدك يتضح والأزمة بدك تكتبان للعالم وكل شيء يشوف أن هناك أزمة بين فرنسا والمغرب كما أضاف أن فرنسا تعيش حاليا توطرا وأزمة مع بلدان إحنا قال يعني مئة المغرب بدأ بالمغرب وقال تونس والجزائر ولكن الأزمة هي مع المغرب بلا ما تخبي يعني الأزمة من مور الجزائر وتونس الأزمة كنا مع المغرب ورحنا عارفينها وتمسح بالسوفراء تمسح بالسوفراء بطريقة ديبلوماسية باش مينبينوش لدول ديالجيوار وقلنا لهم إذا لم تأخذوا هؤلاء الأشخاص الذين يجب أن يغادروا الأراضي الفرنسية سنواصل تقييد منح التأشيرات وذكر الرئيس فرنسي أن بلاده نجحت في غضون عامين من إرسال 3000 مهاجر سري إلى بلدانهم الأصلية مضيفا أن السلطات رفعت من وطيرة طرح المهاجرين غير قانونيين في السنوات الأخيرة ماكرون شدد على أنه سيقبل بالمهاجرين الذين يفيدون بلاده اقتصاديا واجتماعيا سمتهم زينا الرسالة قال لك نحن قد نقبله فقط المهاجرين اللي غير يفيدوا فرنسا يعني اقتصاديا واجتماعيا وسيقف في وجه الذين يحدثون أزمات داخلية هنا في إشارة للناس اللي عندهم الإقامة يعني قاعد اللي يقدر يديننا أزمات داخل فرنسا نحن ما بغناش هن توقعوا أن شي واحد غير يديننا أزمة داخل فرنسا صحنا ما بغناش سيقف في وجه الذين يحدثون أزمات داخلية رئيس فرنسي أكد أنه سيعمل على تشديد قانون الهجرة وهو ما سيناقشه في البرلمان المستقبلا قال لهم أن قانون الهجرة الفرنسي سيتشدد وهذا الشهادة اللي سيناقشه في البرلمان ندوزوا للموضوع الثاني وهنا سينادروا على طرد الشركات الفرنسية من إفريقيا وهذا الشهادة اللي وله حالياено كنشوفوه في ارض الواقع كن male إفريقيا غاز استحوذات على شركة تطال ونسخ أمورتاني افريقيا غاز المملوكة من رئيس الحكومة المغربي عزيز أخي النوش استحوذات على شركة تطال في موريطانيا وهذا الشهادة لم أصرحت به أ occident وا صرحت به المغرب ولا صرحت به أخي النوش ولم أصرحت به شركة داخلاش ولكن الإعلام الموريطاني هو اللي صرح به فهنا سنرى هذه العناوين في بعض الدول الإفريقية سنفهم سبب الأزمة الحقيقية يعني لا تستقبل المهاجرين ولا التخباع من بعض الأمور الأمر عنده علاقة بالاقتصاد بالمادة فالشركات المغربية وهذا الشيء يتحدث عن نفسه ما نقولها أنا اقتصالة المغرب شنو رح يديرها في إفريقيا إفريقيا غاز شنو رح يديرها في إفريقيا مجموعة أونا المالكة لسوبر مارشيات مثل مرجان شنو رح يديرها في إفريقيا وفي أسيا فهنا اقتصاديا المملكة المغربية بدأت تزاحم فرنسا في دول إفريقيا هاتشي علاش قولي من بين دول المغربية شي دولة عندها شركات من هذا الحجم هذا كتنافس داخل إفريقيا دخلت للسوق الإفريقية وبدأت تفتح المحلات ديالها وبدأت تفتح شركات ديالها أعطيوني ولو دولة واحدة بين الدول المغربية والمستعمارات السابقة وخل المغربية مشي مستعمارة باش نكونوا واضحين المغربية كان في الحماية مشي مستعمارة غير فرنسا بغا تتقل بها مستعمارة ولقات واحد المقاومة شريسة باش نكونوا واضحين قولي على تونس على الجزائر على الدول اللي دازت فيها فرنسا قولي واش عندهم شي شركات ديالهم كتنافس الشركات الفرنسية مثل اونا مثل إفريقيا غاز مثل اتصالات المغرب شركات من هذا الحجم هذا باكينش فهاتشي علاش فرنسا كتشوف أنها متضرة من المغرب وأن المغرب كيوقف ضد المصالح ديالها فعلينا نشوفو أشغالت المواقع ديال موريطانيا استحوذت مجموعة إفريقيا أكوا المغربية على شركة توطال موريطانيا التابعة لمجموعة توطال الفرنسية حسب ما نقلته وسائل إعلام موريطانيا ونقلت وكالة الأخبار الموريطانية المستقلة عن مصدر عمالي أن المدير الإقليمي لشركة توطال في موريطانيا اجتمع مع عمال مؤسسة دياله صباح يوم تولتاء وخبرهم بقرار شركة الأم القاضي ببيع توطال موريطانيا للشركة المغربية نفس المصدر أضاف أن المدير الإقليمي قال في اجتماع دياله مع العمال أن الشركة في المرحلة ديال نقل صلاحيات من المتوقع أنها تنتهي في غضون فقط أسابيع شركات المحروقات إفريقيا غاز اللي تابع لمجموعة أكوا هوليدينج أكوا هوليدينج المملوكة الرئيس الحكومة عزيز أخنوش كانت سجلات رفع رقم معاملات ديالها للسنة لهذه السنة هذي مقارنة مع العام الماضي وهذا شي علاش يعني على حسب المؤشرات الأنشيطة ديال الشركة ظهرات الأرقام ديال المعاملات ديال الشركة في واحد الارتفاع اللي وصل لخمسة فاصلة جوج مليار ديال الدرهب في النص الأول من سنة 2022 يعني بالنسبة ديال 69.6% اللي خلال ستة ديال الشهور الليولة من هات السنة هذي اللي هي السنة الجارية 2022 في حين تسجلات في الفترة نفسها من السنة اللي فاتت لهات السنة هذي ثلاثة فاصلة ثلاثة مليار درهم يعني ارتفعت بواحد الشكل كبير الأرباح ديال الشركة ديال إفريقيا غاز بارتفاع نسبة ديال 55.1% وما كان هذروش على محليا يعني على المغرب ولكن ولينا كان هذروح تعالى إفريقيا فهذا هو الأمر على يعني ما أظن هذا هو الأمر الذي يزعج فرنسا وما فيها لمهاجرين لا يرجع المهاجرين كل شي مجرد تبريرات لخلق أزمة مع المغرب فرنسا ما قدرتش تيجول المغرب حبس اقتصاد ديالك في إفريقيا هذش علاش مشات سحبات السفيرة ديالها بواحد طريقة ملتوية يعني احنا المغربة رأتكية عش ما كان نخدموش دماغ ديالنا بيش نفهمو فرنسا ما جاتش وتسحبات السفيرة من فراغ فرنسا صعاب عليها أنها تقول المغرب حبس نشاطة الاقتصاد ديالك في إفريقيا رك غادي كتدرني اقتصاديا نحن عارفين فرنسا فاش كتتقاس في الجويب ديالها كيفاش كتتتعامل مع الدول فما محتاج ش ماكرون يجي شرح لنا والتهديدات ديالو بمنع التأشيرة أنا كنقولها من هنا المغربة بدلوا اللغة بدلوا الويجها راكين عطال الله الخير أوروبا تبرك الله را فيها دول اللي سياحة في إسبانيا راكتر بكتير من فرنسا باش نكونوا واضحين شنوف كين فرنسا فيتا بيه إسبانيا باش فيتاها إسبانيا كتعطيه تأشيرة المغربة المغربة هات السنة هاتي هات السنوات الأخيرة أكبر يعني القنصوليات لمنحة تأشيرة للمواطنين أجانب هي القنصوليات ديال إسبانيا في المغرب مش نكونوا واضحين بالنسبة لإسبانيا من القنصوليات ديالها في العالم منحة تأشيرة القنصوليات ديال إسبانيا في المغرب هي أكبر قنصوليات لمنحة تأشيرة للمغرب فاش كنتنتظروا وإلاش كنتمشوا تطلبوا تأشيرة مواحدة لقنصولية قد تخلصوا لها الفلوس و رفضوا و يردوا الفلوس للناس و ما شو يقول لك يقول لك نحن ما نعطيك التأشيرة و انت تشد 600 درهم ولا 700 درهم ولا بعد المرات قد وصلت إلى 5000 درهم مع الموعيد مع هذي مع هذي و قد شي تحطات أمك و يقول لك ما غادش نعطيك الفيزا و ما يقولوا هلك من الأول و انت قد تحط فلوس كتما قد تدخل الأموال ديرك أمك فشنو بغيتي فتستاهلي لمشاة الفلوس كتش اللي كنقول فعلى المغربة يقاطعوا فرنسا كما تقطعهم فرنسا تقطعكم ما عليكم إلا تقطعوها و اندوزوا للخبر الأخير متابعين الكرام و هنا طائعة الحال أمر اللي عنده علاقة كذلك بالاقتصاد و اللي خلال المغربي يأخذ واحد المركز مهم جدا عالميا شنو هو 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 الإقبال العالمي الكبير على مشتقات الفوسفات المغربي و اللي يرفع من صادرات ديال الفوسفات في المملكة المغربية 67.7% يعني راح نغادين ديال صادرات ديال الفوسفات يعني المديرية ديال الدراسات و التوقعات المالية التابعة للوزارة الاقتصاد والمالية قالت بأن الصادرات ديال الفوسفات و المشتقات دياله وصلات الدينامياتها الإيجابية مع ما تم شهر غشت المنصري فهذا غشت اللي فات وصلات يعني الواحد الأرقام مرتفعة هاد المسألة ديال الفوسفات أنا دائما كنقولها الإخوان كنسميها ديبلوماسية الفوسفات ماشي ديبلوماسية الفوسفات يعني المغرب راح يهديه ولا يعطيه الهدايا ولا بحل ذلك الشيء اللي راكو عارفين هك لا مغرب ما عمر كنت عنده السياسة ديال منح الهدايا باش تعترفليه من المغرب كاعتبر الصحراء الجزء اللي هي جزء من الأراضي دياله فلاش غيمشي هدي الفوسفات دياله بغيتي تعامل معايا بغيتي تتعامل معايا من طنجل القوية ما عرفش دك الفوسفات منين كي تتخاد ما عارسيش وش كي تتخاد من الصحراء ولا كي تتخاد من أقاليم خرا في المغرب فانت تشري الفوسفات مشغولكش تشري من المغرب ما تقول ليش غد تاخد الفوسفات من بلانصاف خوراة ماشي الصحراء باش نتعامل معاك وهذا الهدراعات هذا هو هذه الرسالة اللي كيوجهها المغرب فالفوسفات المغربي عليه الإقبال والفوسفات المغربي قادر يعني ينقد يعني الغذاء في العالم وهذا الشي هذا اللي تحدثنا عليه سابقا هو بدك يتحقق على أرض الواقع الدول الإفريقية اللي كلها واقفة في المغرب اللي كتفتح القنصلية ديالها محتاجها المغرب بواحد شكل كبير وبغا تتعامل مع المغرب والمغرب ما تطلبش منها شي حاجة كتير تتعامل معي يحتارب السيادة والوحدة التورابية هتشي علاش اليوم اليوم الخميس 27 أكتوبر يوم مهم جدا المغرب غيحط كل دولة في بلاستها لا من روسيا ولا من كينيا ولا من جزائر والجزائر رمحطوطها في بلاستها طبيعة الحال ولا من قاعد دول اللي غادي تصوت داخل مجلس الأمن الجزائر مغاديش تصوت طبيعة الحال غير زلت لسان يرمحطوطها في بلاستها نقول لكم قاعد دول اللي قاعدها فرنسا لباقي الدول اللي غادي تصوت داخل مجلس الأمن مغرب كي حطها في بلاستها كما حت تونس سنة الماضية في بلاستها وراكم شتوا الدليل أشترا بين تونس وبين المغرب والصفراء راهم تسحبوا فهنا هادي فرصة مهمة للمملكة المغربية باش تحط كلا في مقامه هاتشي اللي كان كنشكركم الإخوان اللي كملتوا معنا الفيديو للآخر ولا كان طبيعة الحال هاد الأمور كتشوفوها مهمة وبغيتوا المغاربة يغيروا يعني من التفكير ديالهم يبدوا يفكروا في أمور اللي هي مهمة براكم من دعم تفاهة واحد الإنسان اللي تطلق ولا تزوج نبقى نحاضيه مشهور مرحبا ولكن باش نبقى حاضي حياته كنظن أنها مضية على الوقت أمور اللي هي مهمة هي اللي خصنا نعطيوها الاهتمام ديالنا بغينا نغيرهم العقلية ديال المواطن المغربي سواء داخل المملكة أو خارج المملكة هاتشي علاش فيديوهات ديالنا كتقيص مواضيع حساسة مواضيع اللي هي مهمة وهاتشي اللي بغينا الإخوان يعرفوه تشوفكم إن شاء الله فيديو أخر وموضوع أخر تكونوا دائما في أحسن الأحوال تمتون في العلية الله والسلام